أن المسؤولين 99% يخافوا المالك والكي لا يحترموش ضغطوا على الشركة أنيسو اللي هي ديال بيغاسوس وقالوا لها غا تعطينا اللائحة ديال الزبناء ديالك باش نبينوا أن رأي إسرائيل راح قالوا ورحنا هاتي كلوا حيتك اللعبوا بلو الرأي العام المغربي إسرائيل لم تساند مقترح الحكم الذاتي المغرب هو المفتاح لتعزيز اتفاقيات أبرهام المجموعة الإعلامية المغربية اللي وراء هذا المقال هذا اللعب بالرأي العام المغربي وإهانة القوات المسلحة الملكية المغربية عاد غادي تهيجي تعاوننا احنا اسمعوا مزيان كيفش غادي يبينوا لنا إسرائيل هي المنقد للمغرب اشنو جاب رائدة في العمليات العسكرية الصحراوية باش تعاوننا في الحكم الداتي أستاذة نابغة في البروباغاندا وفي التضليل نكفينا يا هاد إسرائيل اللي كيروجوا لها اليوم بأنها هي اللي حماتنا اش من اللعب بغاو يلعبوا هاد الناس ديال المخابرات الخارجية ياسير المنصوري في القضية ديال التطبيع مع إسرائيل خطي مغربة السلام عليكم هاد النهار في هاد الفيديو غا نطرح شي اسئلة اللي كانت مننا تجاوبوا معاها ونحاولوا نفهموا اش واقع بلادنا وكيفاش تدخل دولة من الدول العربية الخليجية في السياسة الداخلية للبلادنا كتعرفوا كين المواقع إلكترونية إخبارية مغربية التمويل ديالها جاي من دولة خليجية مع العلم أن القوانين المغربية في ميدان الصحفة واضحة وضوح الشمس علش الدولة ساكتة على هاد الموضوع ومغمضة عينيها أهو ضعف أمام هاد دولة هادي الأجنبية ولا متاح للجميع سيقلب على الفلوس في المكان ويجيبهم وهنا غادي يولي التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للمغرب وهدي راح فضيحة هادي كتعرفوا هاد المواقع الإلكترونية الإخبارية اللي كانت عندها وحد صيت كبير لأنه كانوا إمكانيات مادية كبيرة مني كان longeو مثلا كنت مشى للمشي للفيديو كانتمشي للقناة ديال هاد الموقع الإلكتروني كانت لقى مثلا عندها جزد المليون 3 المليون ديال المون خاريطين ولكن مني كتمشي الفيديو كتلقى شافوه 32001 يعني تمكن نفخ ديال عدد المنخارطين لا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك ولا في هاد المواقع الالكترونية علش قنحبت هاد الاسئلة؟ كتعرفوا مؤخرا كين شي حاجم الشي هي هادك في قضية ديال التطبيع المغربي مع اسرائيل وكيني لوبيات مغاربة منيك نقول لوبيات مغاربة مغاربة مسلمين ماشي حتى مغاربة يهود مغاربة مسلمين وغانطرح واحد سؤال وكين الناس اللي غادي يقولوا يا ريضان تحط عليه وهذا نبعده من هادشي كامل عفك هذي اسئلة اللي غستتكون مشروعة اي مغربي منحقوا حتى فين غادي بينا السياسي المنصوري مدير المخابرات الخارجية في هاد القضية ديال تطبيع مع اسرائيل عارتوا علش قنحطت سؤال لان المخابرات الخارجية بالملاير السياسي المنصوري مول اقتناء واحد الجريدة واحد الادعاء راديو وواحد الموقع الالكتروني وهذا بالملاير مولهم هاد الموقع ولا هاد المجموعة الاعلامية هي لعبات واحد دور رئيسي في التطبيع مع اسرائيل مني كان نقول لنا التطبيع انا مع المصالح العليا البلادي ولكن منتشمتوش عاربتوا علش كان نحط هاد الاسئلة لانا غادي نبدأ عاربتوا النهار اللي كان غايكون التطبيع بين المغرب واسرائيل ناضة اسرائيل سربت واحد الخبار وانتشر وصفتت المغرب ان الحسن الثاني الله يرحمه كان عاميل دي المخابرات الاسرائيلية لكلوم المسؤولين دي البلادي هو سقيل عاربتوا علش لانهم جوبناء جوبناء هادك الرجل ديك الشخصية الكبيرة فالوقت اللي خرجوا ويقولوا لا سيدي ولا هكيفاش ولا علاش ولا اسرائيل لاجين نحمر في قعنينتي تنهر تطبيعات بلك تقولي لي بأن الحسن الثاني الله يرحمه راح كان جاسوس دينا هادي فضيحة تانيا شنا هي الحجة الدامغة اللي كينا بس يمكن لكم تقولوا هاد الهضرة هادي فو حد القيطة اللي التطبيع راح وما في التطبيع دونك كي شي خلل لي ما نفهمش وكي الخلل في نحنا لأننا جوبناء انا را كنقولها كتعرفون مسؤولين كين ما بغو يكونوا واحدة اللي ضايرين بالمالك ضايرين بحل نور الشمس النهار تكون شمس عاطيل هنا وما غا ضايرين معاها كل واحد على مصالحه ورادك شي عالش كنقول أن المسؤولين واحد تسعود و تسعين في المياه كي خافوا المالك ولكي ما كيحترموش كي خافوا لأنكي خافوا على الكرسة ديالهم والمناصب ديالهم والمصالح الاقتصاد ديالهم ولكي ما كيحترموش المالكية ناس ما متشبعينش ما مقتنعيش بمالكية ما كنزيدوش على هاد الموضوع المهم غا نرجع لياسين المنصوري وبغيناه غير يشرح لنا فين غدا الأمور بغينا غير يخرج غير يدوي ياسيدي غير يصرر بغير يقول لأنه عنده دور كبير في هاد الفضيحة اللي رح نكن تخبطه فيها دبا مع إسرائيل ونعطيكم واحد الخبار أن إسرائيل بضغط من القضاء الأمريكي ضغطه على الشركة إليسو اللي هي ديال بيغاسوس وقالوا لها غا تعطينا اللائحة ديال زبناء ديالك ورا هي قريبا غا تعطي ديالك اللائحة وراك الفراجة كتعرفوا هادك الضغط اللي عندنا اليوم ديال مطبعين مع إسرائيل هالضغط كله راه وراه صفقات عسكرية صفقات مادية باش غنشروا عدد من أمور بالملاير دولارات من عند إسرائيل الفلوس ونضط واحد الجريدة موقع إلكتروني واشوفوا دابا له بال ديال هاد المطبعين جريدة إلكترونية مغربية إخبارية بتمويل دولة خاليجية دارت واحد المقال وعليش كننقول لكم أشنا هو الدور ديال المخابرات الخارجية ديالنا لا جيت في هاد الموضوع هاد الجريدة الإلكترونية الإخبارية بتمويل خاليجي نشرت واحد المقال مطول وهاد المقال اللي نشروا للي وراه المدير ديال واحد المشروع إعلامي اللي هو تابع للمخابرات الخارجية أولا هنا كي تكتبوا مقالات في واحد الجريدة إسرائيلية وإحنا المغاربة إحنا اللي كنكتبوا فيه فهذا كال الجريدة الإسرائيلية وهاد الجريدة إسرائيلية عندها تمويل خاليجي ومغربي وهاد المقالات من بعد كننا أخدوهم إحنا يا تصوروا معايا باش نبينوا أن رأي إسرائيل راح قالوا وراحنا هاد شي كله حيت كلبوا بلو من رأي العام المغربي وبغينا ندوزه لهالبرة ديال التطبيع هاد التطبيع اللي هو أحادي المنفعة إلا بغينا نسميه للمصالح لأن أنا كنعودها ونكررها إسرائيل ما عمرها عطرفات بمغربية الصحراء إسرائيل لم تساند مقترح الحكم الداتي إسرائيل تغازل الجزائر عبر قنواتها تغازل الجزائر اليوم يلا غادي نمشي لهذا المقال اللي تنشر فهذا الجريدة إلكترونية كي يقول لك قال جاكوب أوليدورت مؤرخ للشرق الأوسط ومدير مركز الأمن الأمريكي ومشروع السلام في الشرق الأوسط التابع للمركز فيه معهد أمريكا فرست بوليسي عرفتوا هاد شي كامل هاد اسمي هاد أولا هاد جاكوب أوليدورت قاما معروف هالأولا اللي داروا بهوما قبة ثانيا لما كيتكلموا عن المعهد وهذا يد مغربية راكينة ما ديال مشروع الإعلامي اللي تابع المخابرات الخارجية ديالنا لاتجت واش كيقول هاد المؤرخ وهذا المغرب هو المفتاح لتعزيز اتفاقيات أبراهام هاد اتفاقية أبراهام كتعرفوا بأن الإدارة ديال بايدن تقريبا أقبراته ناطانيا هو تاهوك يقول لك ماشي من الأولويات ديالي وبقا غير مغرب ناصر بوريطة ويمكنوا وياسي المنصوري هم اللي وقفين على هاد اتفاقية أبراهام وما عدت شو مغلو يخرجوا منها مع العلم أن المعنين بالأمر إسرائيل وأمريكا شبه أقبرت هاد الاتفاق مزيان فين غادي نجيوا اللي زوين في هاد الفضيحة هادي الفضيحة ديال المخابرات الخارجية ديالنا الفضيحة ديال المجموعة الإعلامية المغربية اللي وراء هاد المقالة هادا اللعب بالرأي العام المغربي وإهانة القوات المسلحة الملكية المغربية كي يقول لك وأردف المؤرخ هاداك جاكوب أوليدورت هاد المؤرخ اللي كانت تكلموا معارا عنده وغير شي كدوه وربعين عام وما معروفته وما عمر شي واحد دوي عليه ودك شي احنا اللي كان نفخه كتر من القياس كي يقول على سبيل المثال تعتبر إسرائيل رائدة في العمليات العسكرية الصحراوية محلتش تالمشكل مع حزب الله محلتش المشكل مع الفلسطينيين براسهم هادا غادي تهيجي تعاوننا احنا اسمعهم زيان كيفش غادي يبينوا لنا إسرائيل هي المنقد للمغرب الله يحفظ إلا وقعتش حاجة في الصحراء عنا ولا ضد الجزائر كي يقول تعتبر إسرائيل رائدة في العمليات العسكرية الصحراوية ويمكن أن تؤدي العلاقات الحسنة إلى مشاركة خبرتها وتقنياتها لمساعدة مقترح الحكم الذاتي للمغرب دابا قولوا لي مقترح الحكم الذاتي هو اقتراح سياسي سلمي أش نجاب؟ رائدة في العمليات العسكرية الصحراوية باش تعاوننا في الحكم الذاتي يا إما هذا صيف طوليه شي حاجة منكتامة كما قبل ما يدير هاد التخريجة العوجة دياله يا إما رمضان قرب وعطاوه هذيك القادية دي الغريبة راكم ما عرفتوها كتولي غاكتشير راكتشير لكين دابا هاد المدير هاد المجموعة الإعلامية المغربية تابعة المخابرات الخارجية يدو غريبة العجيبة يدو شي كما يمزينا لها تسيد مزينا مشيو نكملو وكيقول ناهيك عن توسيع جهود مكافحة الإرهاب الإقليمي الإرهاب الإقليمي في القرى الإفريقية القرى الإفريقية كنعرفو كمني بأنها جريت على إسرائيل جريت عليها وما بغوهاش والاتحاجة بحاول المغرب يدخلها في الاتحاد الإفريقي وفي المنظامات وهذا ولكن الدول الأفريقة جريوا عليها كتجي واحد لحاجة واحدة آخرى هادي إسرائيليو اللي كان بينوها المنقد كمكم سمعتوا واحد الإشاعة أن إسرائيل رهية من أعطات المغرب الفكرة وهي اللي عاونت المغرب باش بناء الجدار الأمني وهاتشك يروجوه وكتعرفو إسرائيل أستاذة نابغة في البروباغاندا وفي التضليل هاد القضية ديال الجدار الأمني أولاً كتعرفو تقافة الجدار الأمني والعسكري عندها مئات سنين ما غاديش إسرائيل ولا أمريكان ولا شي واحد اللي غادي يبين لنا تانياً نابغ على هاد الجدار الأمني جنرالات مغربية كفاءات مغربية مية في المية هما اللي اقترحو على الحسن تاني الله يرحمو القضية ديالجدار الأمني ومنهم الجنرال دليمي أسد الصحراء اللذي تاريخ ضلمو مضلوم هاده كسيد ما كيش شي أوفيسي من أكبرهم إلى أقلهم اللي شاركوا في المعارك في أقلي من الجنوبية ما كيقوش لك هادك سبع ومعمرو كان نقلابي الجنرال دليمي معمرو كان نقلابي والتاريخ وما كان فيهبش تسكوت المؤرخين والناس اللي يبحثوا في التاريخ العسكري ديالنا وفي هاد شي كامل هاد الجدار الأمني الفكرة والتنفيذ ديال القوات المسلحة الملكية الناس اللي خدموا صحاب التراكسات الديديس وذك شي اللي كانوا كاملين وكيبنيوا في الجدار الأمني كلهم غربة أغلبيتهم مدنين هم الشوفرة ديال التراكسات وذك شي اللي كانوا تم وكانت الحماية عسكرية ومن بعد كانوا حتى النازل الجيني وهذا نقفنا يا هاد إسرائيل اللي كيروزولي هاليوم بأنها هي ليحمتنا والجدار الأمني إلى الدار اليوم وليل الدار في ذاك الوقت راه الدار لأن البوليزاريو كانوا كياتاكي والمغرب بغتتان وكل خطر خارجي مشي قنت هادك شي عالش حصن مشي الحدود دياله لأن الحدود ما زالك كيلومترات القدام مع الجزائر ولكن دار الحسن تاني يعطى الأوامر دياله باش يرجعوا ويديروا الحزام الأمني على الأقل إلى البوليزاريو بغاء يآطاكي المغرب ضروري يفتح تغارات في الجدار الأمني لو قيته فاش غديفتح تغارات القوات المسلحة الملكية غتكون لها في انتظار لأن على الأقل باش تفتح تغارة حسب المختصين كان خصم واحد يومين ثلثة أيام ديال الخدمة وما عندهمش الأليات يعني ما غير يجيبوش تراكسات واذا ما يمكنش لهم وهنا في قضينا عليهم هنا في البوليزاريو دقدقناهم وحتى أعلاش خلينا بين الجدار الأمني والحدود الفعلية للمغرب كيلومترات باش لما كيهربوا المغرب يقدر يضربهم في الأراضي المغربية الحسن التاني الله يرحمه ما كانش بغاء تصدع مع الجزائر هذه اللولة التانية عدد من الزوفيسي اللي شاركوا في المعارك في أقالي ميناء الجنوبية كانوا كي تقهروا بالقرارات السياسية مثلا كانت عندنا الفرصة باش نسترجعوا تيندوف كولومتشار وهدوك المناطق الشرقية كلها اللي فرنسا عطتها الجزائر مناطق مغربية ولكن جاء القرار السياسي كانوا الرجيموا عليك دواقف على الأبواب ديال تيندوف وقالوا لهم رجعوا ديالساعة اللي زوفيسي اللي كانوا مش غد تفقصوا راهم كيقولوا واش غد نقوم بالواجه بالوطني ديالي وما نسمعش الأوامير ديالي والنود نسترجع أولا مهم أرجعوا في حالاتهم اللي ما كان فهمش أنا يا هو اش من لعب بغاوي لعبوا هاد الناس ديال المخابرات الخارجية ياسي المنصوري في القضية ديال تطبيع مع إسرائيل عشنو بغيتو غيري فهمنا عشن هو الهدف لما كان كبروا بإسرائيل بحل دق البالون كان نفخوا فيه وكان خرجوا وكان احتقروا القوات المسلحة الملكية تضحيات ديالها رجالاتها ونسائها كان احتقرهم لما كيجي عندي واحد ويقول لي وكان احتقروا حتى الديبلوماسيين وكان احتقروا المغرب كدولة من يجي واحد كما قلت لكم كامي شي حاجة دكتامة ولا مكلن وش حاجة شي غريبات وكي يقول تعتبروا إسرائيل رائدة في العمليات العسكرية الصحراوية ويمكن أن تؤدي العلاقات الحسنة إلى مشاركة خبرتها في تقنيتها لمساعدة المقترحة حكومة ذاتي وتخرب بحالي للقوات المسلحة الملكية ما قدش تصد إلى الجزائر الله يحفظ إذا وقعت لنا شي حاجة وكتعرفوا نقولوا إحنا باش الجزائر يمكن لها تنوط صدع مع المغرب خصها الضوء الأخضر دي المنتظم على الأقل جهة خافية في المنتظم الدولي وش حاجة قوية أولا تانيا إلي الله يحفظ ناضط حرب بيننا وبين الجزائر هما متوفوقين علينا شيئا ما عسكريا في العتان ولكن مع مروم سيربحوا الحرب مع مروم يمكن لهم يربحوها وغادي يخلوق ثلاث لعصا باش يمكن لهم يربحوا المغرب خاس عسكريا يعني كندوع العتاد اللي عندهم يكون ربعة خمسات المرات أكتر من هاتش اللي عندهم دابة ربعة خمسات المرات خاس الرجال ديالهم يعني العسكر كندوع الجنود يكونوا حتى هما بوحدة كترة ويكونوا مقتانعين هذا الفرق لأن المغربي لما كيدافع العسكر المغربي كيدافع عن قناعة بلاده في خطر أنا كندافع الجزائري غادي يقولك وانا مالي علشان غيلو حني للحرب واش بيني وبين المروق ايش بغيتهم لأن المشكل ليس بين الشعبين المغربي والجزائري المشكل بين الشعب المغربي والنظام الجزائري الدكتاتوري المجرم العسكري هالمشكل فين كاي دوك باش تبينو لنا بأن الجزائر بأن إسرائيل هي المنقذ ديال المغربي وهي اللي بكل لها يمكن تسير هاد المغربي راح نغيك تخربق علينا وهنا غنرجع لك السياسي المنصوري عربزتيها خربقتيها في كل شي وفي هادي انت مول الفلوس وانت رجالاتك اللي داخلين في هاد الموضوع ديال التطبيع رجالاتك اللي ما كنفهمش كيفاش دولة خالجية أجنبية كتدخل في شؤون داخلية ديال بلادنا ما كنفهمش السياسي المنصوري رجالاتك اللي داخلين في الإعلام وكي حاولوا يدوزو لنا البرع ديال التطبيع مع إسرائيل هاد شي ما باشي تفهم لي هاد المخابرات الخارجية ديالنا راح جارية ما ترتكب وفي الأخر مني غنفيقو أشنو غادي تديرو كيفاش ومن بعد كنرجع لدولة ديالنا راح لا يمكن عنا مواقع إخبارية مغربية بتمويل أجنابي والتانا ده بريد ده طواجني عندي موقع مغرب تايمز اللي قاس كانت خبط على قلب على الإشهار وهذا أسهل حاجة ليا هو المدنى يدي لبعض الأصدقاء اللي عندي في الخليج ولا في أوروبا والتانا غادي بينهار وليلة راح أسهل ما يكون والموقع نعب راسو نهزو تايلة هنغا يكونوا مضايقات بينهار وليلة غا مشي للسبانيا ولغا مشي شي بلاد ونجيب تمويل بملايين دولارات ولا الأروات وغادي كبر وغادي هذا وما عندكم سيطرة عليه وممكش دوي معايا حرية تعبير في دولة ديمقراطية يلا ويلا بغي نلعب هاد اللعب هادا ومورا سينين في المغرب والخبار في المغرب الشعب المغربي كله غادي بدير يرسل ايوه فين غا نقول السياسي المنصوري الله يهديك الله يهديك علينا بغيتك واحد نصيحة راح الأضريحة راح ماشي حل والله محل خلصنا نحترافية نخليوا الأولياء الله الصالحين يرتاحوا ترنكي المعرساتهم ونرجعوا الواقع راح بلادنا في هاشي حويج ماشي هما هادوك تدخل خارجي يسافر في الشؤون الداخلية ديال بلادنا راح واضحة التطبيع مع إسرائيل ونبينه إسرائيل هي المنقذ ديال المغرب راح تضحك علينا راح اليوم كان خاطبك السياسي المنصوري لأنه انت مول فلوس انت لي كتسير انت لي داخل في هاتشي كله ونبينه بالحجاج دامغة وهاتشي كامل عارفينه المسؤولي الكبار ديال بلادنا في نواقع ديبينا تبارك الله عليكم الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا من أي سوء ومن المفسدين ومركع واشاركم اشتركوا في القناة